السلام عليكم مرحبا بكم معي على قناة كويزين سامي راديزاد يومكم طيب معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معي في هذا الفيديو جديد ان شاء الله يلقاكم بخير ومهنين امين يا رب العالمين نقولكم صباح الخيرات صباح المصرات صباح الاجواء الرابعية الرائعة هذي اللي راهي هذي اليومين يعني شوفوا الجو راها ما شاء الله جو رابعي تحقى كي مشتو مع الصباح دايما نحلو التواقي كي العادة والعوايد مش نبدلو هذك الجو تعالغرف دونك من خلال هذي الفيديو هذي ان شاء الله اي وحدة راهي شوية كسلانة شوية عيانة ما عنداش هذك الانفي للشغل لو كامل ان شاء الله من خلال هذي الفيديو هذي راح تستمد هذيك القوة وهذيك النشاط ان شاء الله وتنود ان شاء الله دونك كي ما كنتشوفوا مع الصبيحة كي ما قلت لكم اول حاجة فتحت التواقي هنا عندي الاشامبغة هنا يديا لي راهي شوية التواقي شوية من الدين مقبل ما نحلها مسحت لها كامل هذيك اللي كانت فيها هكذا غير نحلو التواقي دي جارة نطردنا هذيك الطاقة السلبية هذيك بسك هذيك الهوة النقيلة حيدخل حيحفزنا تاني على الناشاط هكذا كي ما قلت لكم اليوم الجو رابيعي يعني ما شاء الله اليوم صراحة صح صح اليوم نغمامو تخرجها مشي تشغل ولكن الله غالب اللي عندها ولادها يعني سيغطوا لي يقرأ وكامل مدى بنا كي رجعوا ويدتنا يلقوا يعني الدار نقية يلقوا لقمة سخونة يكلوها وهذه هي دون كي ما كنت شوفو هنا يا دلت لاشامبغة ديالي تاني مسحت لها كامل غبرة دلت لولي ديالي اكتشوفو شوية لاوزدو كوة رايم كمشا شوية على خطر هذا ونجبتها من الخزانة بدلت كامل ليد غايتو دلت لامام شوز مع لاشامبغة الدلاري ومبعد درحت عندي شوية حويج تاني كما يعني راهي صحية والجورة على شباب يعني نهار تعالي اليوم تعالي نشير وتعقصي الله الله درت شوية حويجات دايما نقسمهم على زوج ندير لي كولوغ فانسي وحدهم وندير لي كولوغ كلاغ وحدهم اليوم دالت لي كولوغ فانسي راني درتهم درت استعملت دايما اوغو اونيفرسال هدا الاقتصادي ندير منو اليومان عندي بزاف حويج تعدراري وكتعرفو حويج تعدراري كونو يعني شوية مسخين احا ندير منو بوشون وونس ونزيد معاه تاني زوج حبات من هدا كلوسيل انتي كالكار كنت كلمتلكم عليها من قبل هدا نديرو هكدا باش يحافظنا على لاماشين ديالنا وكذلك يعطينا ولا يخلي الاخر هدا البرودي ترجان ديالنات على الحويج يعني يمد مفعول مليح لانه يخلي المدينة خالي من الكلس يعني حتى الحويج يخرجوا مليح شوفوا البندلت له البروغرام بتاع كوتون اعطيتني تقريبا ساعة وستة وخمسين دقيقة ومبعد رحت للحمام تنظيف يعني تنظيف عادي تنظيف يومي كما كنت شوفو هنا ونغسل وجهنا يعني هدا لازم يوميا نجوزولو لانه دايما نغسل وجهنا منقدروش نخلي واه على بركم كما نقولكم دايما الحمام هو الاكثر الاماكن اللي فيها البكتيريا ودونك وين يعني المكان اللي نستخدمه بزاف لازم نطفه كما العيون كما البواني تاع الباب تاع الحمام يعني وين نشده بزاف خاصة دلاري هادوك البلايسرام بزاف يومي بكتيريا دونك نحاولو دايما نجوزو عليهم واش نتفادوا انو الفايونس دينا يشهاب ويتشكل في هادا كل الكالكير ويبقوا هادوك اللي طاشتاع الماء هكذا كنا نشفين فيه بعد ما يعني نغسلهو كامل ناخدوا دايما انشيفون وننشفوو به كامل هادا كل ما هكذا الفايونس دينا رح يقعد دايما نقيقي وما هوش رايح يشهاب مع الوقت ما كيفت هادية تعالت والد اعزكم الله درت لها تنظيف عامق يعني رغونتها كامل كامل ومليح مليح ومبعد شللتها تاني هاد الزجاج هذا تاني تعال 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 صال دوبان حتى هو درت له رغوا بيا وشللتهم مليح مليح ليوم واش نقول لكم عندي ما فرغت الماء يعني الحمد لله لي عندي مجيريا فصال دوبان هكذا تعاوني من هادا كتزرزق هادا يعني مع الاخر كامل نجي بدغير بفخوت واغبرك وانتهنا من هادا كتزرزق بزاف 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 زجوز تاني على هادا لليلي ما هادا تاني سيختو هادا راهو حساس هادا تعلام دي اف رانك نشفو مليح مليح هكذا باش يشد ليوم يخسر ليش وشوفو اليوم المسيوح تليوم باش حلا تلوب اشي ليصق لي هادا المنظم هادا فالحيط هادا واقي لعدنا واحد العام ولا نقول لكم واحد العام ونص من اللي شرينا اليوم باش نفحت له باش يبلاصيغولي هاوليك كيما اقول لكم تقول دير اسكارا هاولا منش عارفها خلاني حتى سيقت وكملت باش جيد قبل حيط ووالا معليش ليسانسيال او دير حاجم ليحاليوم المسيو اه معليش عاولت رفت كامل هاداك الغبراء ومسحت كامل او بلاسيت دوكالي فخوت واغتاعي والبالي والشرشوبة وقع شوفو اني يعني تهنيت دلت لهم بلاسيتهم هنا يا عامليك يعني اه عاملي بزاف هادا المنظم هادا ويرفضلنا كلش زمان كان عندنا بالي واحد وفخوت وغوا واحد هادوكا انواع وانواع شرشوبة الفخوت وغوا اه اه ربي قدرنا وخلاص على الشقة هادا اه والا علقت تاني لوشي فانتاعي ميكرو فيبر هاك داك تمام باش اه منها ينشوف ومنهاك ينحتاجو نلقاه على يد ولكن شوفاني حنخبيه فالتير وغف هاداك الليمان هاداك اه هادية في الاخير كامل بعد ما كملت دلت هاد الباستي هادية اه كنتو شفتوها معايا من قبل الليبنات هادي نديروها مرة في سمانة يعني دو بخي فيغنس نديروها في الليل ولا نديروها كي يعني نتأكدو بلي واحد ما يدخل على هاك داك ساعة ولا زوية باش تمدل المفعول ديالها هاد الباستي تاع تاع صفينات هادي هي اللي رايحة تقضينا على هاداك الكالكا غول كيلس لي تشكل دخل المرحاض اعزكم الله تقضي على الروائح الكارهة عندها مفعول حتى يعني كي نديروها تحت الماء عندها مفعول رائع ضايق مما غير ترمي وها رايحة تشوفوا هاك شغل تغلي كي محبا يبساتها زمان اه نخلوها فالا كي ما قلت لكم يعني من احسن نديروها في الليل مرة في كل اسبوع راح تخلي المرحة ديالنا داي من نقي وسمحوا لي على المنظر لانه يعني كي ما قلت لكم اي حاجة تفيدني راني حبا نفيدكم بها نتومة تاني دوكا نروحوا مع بعض نحضروا واحدة الوصفة تحت طلب يعني بعض المشتركات هما اللي قاولين يحبين نشوفوا الوصفة هاديك تحلوة القرعة على طريقتك ونشوفوها من يديك اه لذلك يعني حتى انا صراحة انخداني الفوضل باش نجربها اه كي ما قلوا لحقتني العدوى الاغ هنا في الويعات على الميكسور حطيت ثلاثة بيضات حطيت له مرشة على الملح مغير فهه صغيرة على الفاني وحطيت كاس الا ربع ميناء السكر الكاس ديالنا دايمن كيلو بي نضربوهم مع بعض حتى يدوب هادك السكر والخليط ديالنا يولي فاتح اذا كان ما عندكش هاد البلنداء ديري بالباتر ولا ديري بهذا اذا ما عندكش حتى يعني تقدر تديري حتى بالفوي اليدوي ومبعد هنا البنات نزيدو كاس ونصف تاع فارنا نغربو الفارنا ديالنا ونزيد معهم تاني زج مغارف كبار تاع كاكاو بودرة نخيرو دايمن نوعية جيدة ومغارفها صغيرة تاع خميرة الحلويات الخاميرة الكيميائية غربلو لنصفي والمواد الجفة ديالنا هاكذا بش نتفاداو هادوك الكريمو اللي تشكلو في العجينة خاصة الخاميرة الكيميائية انو كنخليوها هاكذا تقعد بينا على شكل حبيبات احد ديالنا ذوق ماشي مليح في الحلوة ديالنا وفي الاخر زجت له مغارفة صغيرة تاع الخل اه الابيض ولا عندكم حمر تقدروا تديروه نخلط قبل هاكذا بالمغارفة هاكذا بش منتعبوش البلنداء غادينا ونكمل نخلط هاد المكونات مع بعض في الاخر اه كامل نزيد لها واحد اه ربع كاس بركة الماء يكون دافي ولا احلي بيكون دافي ونكمل نخلطهم يعني هنا ما نكتروش بزاف الدخلات غير شوية قسمة يندمجوا برك مع بعضهم البعض ونحبسوا اه وانا الخالد تعيره هو جدك ها نروح اه ناخدو هاداك القرعة تاع الماء تكون صغيرة في الحجم ناخدو هاداك البوشون ناخدو تاني هاد الاعواد هادو ما ولا تعلي نديرو فيهم شواء هادوك نسخنوها عند النار وانبعدا نديرو فيها ثقب غير صغير برك اكوشفتو كيفاش جاي هاداك الثقب وانبعد نفرغ الخاليط ديالي داخل هاداك القرعة تاع الماء لتكون اه ناشفة وتكون نضيفة وكي نفرغو الخاليط ديالنا نطلعو هاداك البلنداغ للفوق هادا باش نعمروا القرعة هاداك بكل سهولة اه وانبعد ناخدوه مقلة يعني طبعا لازم تكون من نوعني ماي للسقش ونفرغو هادا بالقرعة نديرو دواو طوائر صغار يعني ما نكبروه مش بزاف باش يجيلها الشكل ديالهم شباب وكي نفرغو شوفو القرعة تعنا ما نطلعو هاش الفوق كشوغل نلسقوها شوية فوق المقلة هاكدك بواحد اه نص سنتيماتخ هاكدك وننضغطو هاكده حتى نخرجو هادا التوائر هادوما ونخلو تاني الاسباس بيناتهم باسكوران فيهم الخاميره راح تضاع في الحجم ديالهم بالنسبة للنار الليبنات تكون نار قليلا 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 بعد غير نشوفوهم داروا فوقا عتم الفوقه نقلبوهم هاكده بها الطريقة كنقلبوهم نقلبوهم ونشغلو نرموهم ضربة واحدة على الجهه الاخرى إلا كالما جوش بلاستهم غير سيبالابان تحركوهم خلوهم حتيش دوروحهم شوالله راحكم فهمتو عليها الطريقة هاي ليكم بعد تمتم رام رايحين ينشفو على الجهه الاخرى يعني ما ياخدوش الوقت في طياب ديالهم السمك ديالهم راح هرقيق لعجينة راحي خفيفة يعني حاجة تاع سنك سنك ملاح هاكده القوتي تالعشية ها منيك شوفو انفين نشوه حيولو يتحركوا وحدهم وحدهم نحوهم ونحطوهم في في طبسي ونكمل هاكده بنفس الطريقة حتى نكمل كامل كميه اللي عندي وضو كاني رايحة نقترح عليكم حشول هاد الحلوه هادي هنا في وعاء حطيت نص كاس تاع وبرد شانتيه احسن تكون باردة شويا نحطوها فريجي دارت برد حطيت عليها ياوغت بذوق الفارولة هادك الياوغت ليجي ليكيد يشربوه هدراري هاكده كدرت الباطع منه يعني تقريبا نص كاس تاني يعني نفس الكميه تعوبرت الشانتيه زيتلو لاباتارون فخاز هاكده كبعض القاطرات فقط لتعزيز الذوق ومبعد نخلطوهم مليح بالباطر حتى نتحصلو على هاد كريمة الشانتيه هادي تقدروا ايضا تحشيوهم بشوكولات اتارتيني ولا شوية تعالى كونفيتور هنا لكم الاختيار ها مليك الشكل ديالهم اللبنات بعد ما يطيبوا لازم يكونوا باردين باش نحطو هاد لاشانتيه في الوسط هاكده باش تبقى محافظ محافظة عفوا على الشكل ديالها نحطو طبقة منهم في الواسط طبقة تكون مليحة ونغلقو بواحد اخرى بحلوة واحد اخرى نديرو امبتتت بخريسيون عليهم من الفوقة نحاولو نخرجو هاديك الكريمة على الجوانب هاكده اه وبعدها هنالبنت عندي اه اه شوكولات دوبت هاكده واحد مئتين قرام من الشوكولات سواء بالحليب ولا شوكولات اللي عندكم انا دائما نحب ندير خالط ما بيناتهم بعد ما ندوب هاديك الشوكولات ديالنا نزيدو لها مغرفها ولا زوج مغرف كبارة الزيت نخلطوهم مليح مليح مع بعض ونطلو الحلوة ديالنا عليك ونحطوهم نخلوهم ينشفو اه نسيت باش نقول لكم باللي الحلوة بعد ما حشيتها بهاديك الكريمة شانتيي دخلتها للتلاجة باش تتماسك شوية واحد هاكده نقول وربع ساعة عشرين دقيقة باش هاديك الكريمة تحكم روحها مليح 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 اه مقبل ما نطلوهم تاني بالشوكولات ما نطلوهم شو الشوكولات هاكده سخونة بزاف باش ما تدوب ناش هاديك الكريمة ولا هادو فقط بعض النصائح اذا كان استعملتو هاد الحشو هادا ونطلوهم ويبقى التزيين اختياري يعني تزينو من فوق كما تحبو هاو مليك هنا انا كيني درت لهم شوية لوز اي فيلي شوية هادوك الشوكولات باي تي يعني الشي اللي يكون متوفر عندكم هاوليك الشكل ديالهم اهنا كيماركو تشوفو كينويندر تاني خالط بالشوكولات كيندرت بالحالب كيندرت شوكولات نواغ المهم حاولت يعني ننخلط شوية في الادواق وش نقولكم يعني جيبنينا صراحة والذوق هادا كتعلاف خاز اللي درتو في الكريمة مع الذوق تاع الشوكولات جيت ما شاء الله حاجة سهلة مهلا هاكدا لقوتي تالعشية وهادي يعني منقدوش نحضرو كمية كبيرة منها يعني تعالين ديروها مننا ونكلوها مننا وهيليك الشكل ديال هاني قسمت لكم هنا حبه باش تشوفو كيفاش جيت دونك الحلوة هادي درتها لقوتي تالعشية ولا لو جبت الغداء درت لهم رشتا رشتا بالجاج هنا يرحيت حبه بصل تكون كبيرة شوية ونرحيوها مليح مليح دونك البصل كيكون مرحي مرقيق رقيق هو تاني حي خطرنا المرقة فلا دونك كينو وصفات وين نحتاج وبصل يكون باين كينو وصفات كيمال رشتا كيمال رشتا كيمالطعم نحتاج وبصل يكون نرقيق مليح مليح ولا مرحي يرقيق هاكدا باش يخترنا المريقة ديالنا وكي ما شفتوني وبلا ما تبيعوني خاصة النص العاصيمات كي يزعفوا عليها انا في الرشتا ديالي نحب نرميلها فص تاعتوم يعني هو واحد برك اه على بالي دوك كيني يقول لك لا لا ولا كي تغيري في الوصفات انا نحب نقول لكم بنلي الطبخ هادره وادواق اه هاديك سنة تعتوم صدقوني وش تدير راهي رايحة هي تزيد تبييننا هادك لوغوت على البصل امام توم اوش رايح كامل يبان الذوق ديالها وفي نفس الوقت احتعطيني ذوق رائع انا وش نقول لكم جربوها وردوا لي الخبر هذا ما كان بالنسبة للتوابل القرفة كيمالطعم رشتا كما تعرفوا المريقة البيضة عدنا ملح فلفل لكحل وشوية على القرفة وكي العادة سامرة دايما القصبر المرحي كي ما قلت لكم ما تبيعونيش هاديك سنينة تعتوم والقصبر المرحي يخلوهم غير بيناتنا برك اه دايما نقول لكم القصبر المرحي ببنين وما عندوش انجوف فوق لي راح كي ما قلو يقضي على الريحة على التوابل اخرى بالعكس راه يتماشى مع جميع التوابل ويتماشى في المرقة الحمرة وفي المرقة البيضة البيضة باش تاني انت حصلوا على مرقة خاطرة في الرشتة زيت رحيت في الاشواق حبة تعلى اللفت تاني نرحيوها في نمو ومبعد نرميوها لداخل ونقليو كلش مع بعض ورميت الخضرات ديالي كيمشتو القرعال اللفت الحميصة اه ويعني نمرقو ورشتاك وتعارفو كيفاش على كل حال لي ما تعرفش طريقة تحذير رشتة ديالي وعلى طريقتي يعني اني حنخلي رابط الوصفة في صندوق الوصفة هكذا بش ما نطورش عليكم لانه درناها مع بعض عدة مرات هدي هي وجبة الغداء هدا حميص السهل والسارع حميص تاع الاعراس اللي كنا شفناه كما قلت لكم هدا نحب ندير منو كمية ونحط في المو جميد مرة مرة نجبد منو مفيش لا طماطيش لا والو ويجيب الزاف ابنين الرشتة تاني هاي لك هنا في طبق التقديم مع هديك المريقة البيضة الخاطرة هاي لك هنا تاني تجي ما شاء الله البنات اه نقول وربي دو من نعمة علينا وعليكم ان شاء الله هاد الفيديو هدا اه ولا من خلال هاد الفيديو هدا قدرت ان نحفزكم شوية ونبعث لكم ولو القليل من الطاقة الايجابية والناشاط اذا كان اعجبكم البنات ما تنسونيش بجام نقولكم في الاخر تهلا في روحتيكم نحبكم بزاف بزاف دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم في امان الله